تلقينا كفعاليات صراحة كفعاليات مدنية وإعلامية وحقوقية في نطاقة الشمال بالأساس قرار صاحب الجلال المالك محمد السادسان صلى الله بأن أو إحداث أو اعتراف بالعيد برس السنة الأمازيغية نعتبره أنه قرارا حاكما وجاء في وقته خاصة أنه كان مطلبا مهما لمجموعة من الفعاليات يجب أن نتعامل مع هذه المناسبة أنها معنوية أكثر مما أنها فقط يوم عطلاء أو يوم التنزع أو غير ذلك بل أنه يجب أن نركن فيه وأن نتحدث وأن نتذكر أن تاريخ المملكة المغربية أن تاريخ المملكة المغربية هو تاريخ عارق تاريخ عارق بالأمازيغة بالعرب بغير من الأجنس كذلك هي رسالة مهمة جدا أن المغرب هو بلد للتلاقح لا فرق بين هذا أو ذاك وما الاحتفال الغريب هي أنها تأتي في 11 يناير ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ثم بعدها في 12 يناير ستكون هذا الذكرى يعني لرأس السناء الأمازيغية وهذا كبير ينسبح الله أنه غير صدفة لكنها فيها ترابط تاريخي لعلاقة أساسية ما بين المغاربة سواء كانوا أمازيغ أو كانوا عرب أو غيرهم من الأجنس الأخرى نتمنى كل الخير لهذا البلد السعيد تحية علي مني اليوم 24 اليوم كنقوله نحن كسكنة مدينة تيطوان رحبنا كثير بهذا البلاغ الملكي المولوي السامي اللي اجعل من السنة الأمازيغية كعطلة سنوية مؤد عنها مثلها مثل العطلة السنة الميلادية والسنة الهجرية هذا فرحنا به بزفر نحن كساكنة واللي الأمازيغيين والعراب والجنب أن يعيشون والأمازيغيين هم من السكان المغرب الأولون وتحية عالية مني لصاحب الجلالة على هذا القرار الشجاع اللي يتخذو ونحن فرحانين بزف كساكنة مدينة تيطوان وكساكنة أمازيغية فتحية عالية مني من هذا المنبر وتحياتي وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر